في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد ومع اقتراب حلول العام الدراسي أطلقت مؤسسة الشهيد بحمص مبادرة تتضمن توزيع اللباس المدرسي على الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء والجرحة المسجلين لدى المؤسسة مؤسس الشهيد عملي مبادرة لتوزيع اللباس المدرسي لخمسة آلاف طالب وطالبي ضمن حمص وريفا ونحن هلأ وزعنا بقراء سندي البارودية الزهبية الصويري شين وهلأ بدنا نكفي ببتيس حدية حصور كاميرا الإخبارية السورية رفقت فريق مؤسسة الشهيد أثناء توزيعهم في رف حمص الغربي والتقت عددا من ذوي الشهداء والجرحة الذين عبروا عن شكرهم لكل من سهم في إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال نشكر مؤسس الشهيد على المبادرة اللي بادروها بالنسبة للباس المدرسي للأطفال زو شهداء هنهم بادروا وجوا عبيوت أسر الشهداء قدموا اللباس المدرسي للولاد بتشكر مؤسس الشهيد على مساهمتهم ومساعدتنا بتقدمتهم لموضوع لباس الأطفال المدارس لأن الظروف المعيشية طبعا كلنا نعرف الظروف المعيشية تمر في البلد صعبي أنا زوجة الشهيد غدير محمد نجم أم لا طفلين نحن نتشكر مؤسسة الشهيد لدعمه لأنه بيظلها الظروف وصلت لأنه وصلتنا تياب لأولادنا تهدف المبادرة إلى إيصال اللباس المدرسي في أماكن لتوجد أبناء الشهداء والجرحة وذلك منعا للتجمعات والازدحام وللتخفيف عليهم من أعباء مستلزمات المدارس في ظل الظروف الرهينة من قرى وبلدات رفح حمص الغربي شيرين العلي الإخبارية السورية